وبنسبة الحياة هحكي قصة صغنانة كده خدت ولادي أول انبارح وكنت مدعو في مسرحية عملينها شباب زي الفل فجينا رحت خدت الولاد في مسرحية حاجة جديدة نوفي مش مش العنوان المسرحية الفكرة بتاعتها مسرحية اسمها مسرح الجريمة هو اسم المسرحية كده يعني اسم العنوان كده فمعايا أولادي فيه توقام عشر سنين معايا ورحوا هما وكانوش بيروحوا المسرحيات ذا كده يعني ما رحناش مسرحيات بابلك كده قبل كده يعني المهم مسرحية فوق الجمال الفكرة بتاعتها أنا عدت مع ساز محمد علام المخرج والفكرة بتاعته ودي فيها عبير فاروق ورندل بحيري ومجموعة من السادة الممثلين أفاضل بقول له إيه الحكاية قال لي إحنا عاملين حاجة اسمها مسرح الجريمة مسرح الجريمة هي نقصة يا عام ارحمنا ده أنا ما بتكلمش في الجرائم أساسا وماليش في القصة دي مش نقصة قال لي لأ مسرح الجريمة دوته يا أستاذ روبير ده إحنا بنتفاعل وده حدث بالفعل إحنا بنتفاعل بيحكوا جريمة على الهوى على اللايف على الخشبة وبنقول مين اللي قاتل ففيه تلاتة بيختاروهم هو بيجيبهم وبنمسك الميكروفون الصورة قدامكم على الشاشة وعلى فكرة هي بس معمولة لمدة عشر تيام هي آخرها الجمعة مش اللي بكرة اللي بعده بس ومعمولة بحاجات رمزية خلص المهم فقال لي وبعدين انتوا هتشوفوا دلوقتي فيديوهات بعض المقاطع يعني سمحولي ان انا نصورها بالموبايل بس هو ما فيش تصوير كواليس الفكرة بتاعتهم هرجع تاني واقول بيعمل الجريمة وبيقول فيه تلاتة التلاتة بقى دولت انا واحد من ناس طلبت الميكروفون خدت الميكروفون قلت فلان ليه ما بقولش فلان كده وخلاص احنا مش بنضرب وضع هو بيعمل جايزة في نهاية المصرحية في نهاية العشر تيام حاجة رمزية يعني فبتقوله فلان علشان عمل كذا وكان فيه خربوش في ايد انا بدي مثل اوكي حد تاني يقول لا ده فيه فلانة اصل فلانة كان فيه مكلمة الفكرة انا مش احرقها احنا بنحكي في حاجة جديدة حاجة اختبارات حياة ده اختبار يا ابني انت كلمني ايه المصرحية واختبار ما هو ما قاعدش محلك سر وقال هي دلوقتي فيه كورونا والمصرحيات مش عارفة بتقول ايه ما عملش لا ده على رأي استاذ علاء البهي رئيس المجلس التصدير للصناعات غزائية اللي كان ضيفي قالك انبش في الصخر واعمل فكرة جديدة ودكتور هاني فكري قالك اللي ما يطورش بالنفسه بالداز انا بعيد اللي بيقولوه لان اكيد معظمكم ما حضرش الحلقات دي دي كانت حلقات من اكتر من سنة بس بقول لكم لان دي محفورة في قلبي محفورة في زاكرتي دايما بحب افكر بها ولادي اللي ما يطورش من نفسه بالداز هو طور وانا بشكر على الهوى استاذ دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين انه عمل دعم جامد ليهم ويديهم مصرح هما بيمثلوا في مصرح النهار اللي هو مصرح نقابة الممثلين اديهم ويعتبر نقابة هي المنتجة المصرحية عشان يبقى صبرت في ظهرهم فانا بحقيه وبدعوكم انكم انتم كلكم تروحوا تبصوا على المصرحية دي لان هي حاجة جميلة جدا وفريدة عشان بعد جدا لما هتتكرر هتقولوا في تاريخكم في حياتكم احنا حضرنا مصرحية كانت فريدة من نوع